وتأتي هذه القرارات فيما يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأثنين أكثر من مليون ومائة وسبعة وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون واثنين وسبعين ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مائتين وثلاثين ألف شخص